لعلها السحيرة المستديرة فعلاً لا قولاً فقط فكم من علاقات سياسية متوترة بين الدول أصلحتها كرة القدم وكم من علاقات سياسية قطعت كذلك بسببها بل إنه في بعض الأحوال قامت حروب جراء مبارياتها كما حدث بين السلفادور وهندوراس عام 1969 العلاقات الجزائرية المغربية المتوترة أصلاً منذ سنين طويلة تلقت دفعة إيجابية قبل أيام بعد تصويت الجزائر لصالح الملف المغربي المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استضافة مونديال 2026 وعلى الرغم من فشل ملف المغرب مقابل فوز الملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك إلا أن الدعم الجزائري للمغرب ربما يمثل انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين وإن بدى ذلك الدعم في رأي البعض رياضياً فقط بوادر التطور الإيجابي في العلاقات المغربية الجزائرية بدت في شكر قدمه وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إلى السلطات الجزائرية أعقبه أنباء تداولتها صحف جزائرية بشأن تقديم ملف مغاربي مشترك بين تونس والجزائر والمغرب لسضافة كأس العالم عام 2030 غير أن هذه الأجواء التفاؤلية لم تقنع بعض المراقبين الذين يرون أن مشكلات العلاقات العربية العربية أعقد من أن تحلها الرياضة بل على العكس من ذلك فالتاريخ القريب يروي كيف نشبت أزمة سياسية كبيرة بعد أحداث شغب أعقبت مباراة في كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر عام 2009 وكادت أن تتحول إلى مواجهة دموية بين جماهير الفريقين وبين المتفائلين والمتشائمين تبقى العلاقات المغربية الجزائرية والعلاقات العربية بصفة عامة رهن وجود إرادة سياسية تعلو فوق الخلافات وتعلي من قيم الأخوة العربية والمصير المشترك